اشتركوا في القناة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله جميعا حيثما كنتم ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة السؤال الأول سائل كريم يقول لدي سؤال من والدتي خاص بالحج والعمرة كانت تقص شعرها بنفسها عند التحلل من إحرام العمرة والحج فهل هذا صحيح أم لا بد أن يقوم بقص شعرها شخص آخر لكي تتحلل من الإحرام أقوله يا ابني لا حرج في أن تتحلل المرأة بقص شعرها بنفسها أو بواسطة بعض النسوة أو أحد من محارمها من حولها فإن الأمر في ذلك واسع والحمد لله ففي صلح الحديبية الذي رواه البخاري في صحيحه أن الصحابة كان يحلق بعضهم لبعض عند التحلل في رواية البخاري نبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ودعى حالقه نحر بدنه ودعى حالقه فحلقه فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما والنساء شقائق الرجال أي مثيلاتهم في الأحكام فكما يجوز أن يحلق بعض الرجال لبعض يجوز أن يقصر بعض النساء لبعض لا حرج في ذلك الأمر في ذلك واسع والحمد لله السؤال التالي هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج في شهر وفي يوم معين وهل يستحسن لاقتداء به في هذا الشهر واليوم الذي تزوج فيه الجواب عن هذا أولا الزواج مشروع على مدار العام وتشرع المبادرة إليه عند القدرة إليه وعند الخدرة عليه وعند الحاجة إليه فهو شعير من شعائر الدين وسنة من سنن المرسلين ولقد أرسلنا رسلا من قبلك واجعلنا لهم أزواجا وذرية ومن تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوان لقد روى البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوان وبنا بي في شوان فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني وفي صحيح مسلم قال عروة وجاءت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوان طيب إيش السبب كان الناس في زمان الجهلية يتشاءمون من شهر شوان لما في اسمه من الإشالة أي الرفع يقال شال لبن الناقة أي ارتفع وقل وشالت الناقة بذنبها أي امتنعت عن الفحل أن يطرقها فهم يخافون أن تمتنع الزوجة عن زوجها إذا أرادها فأبطلت الشريعة التطير وقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة شوال وصفر وغيرهما من سائر الشهور القمرية من شهور الله عز وجل يقع فيها الخير ويقع فيها الشر ولا يقع شيء إلا بقدر الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ولن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن نصيبة لما من نووي رحمه الله يقول وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت للجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج في شهر شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثان الجاهلية فقد كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة أي الرفع الزواج مشروع على مدار العام وجميل أن يكون في شوال نحبه كما كانت تحبه أمنا عايشة رضي الله عنها نحب وقوعه في هذا الشهر وهو مشروع على مدار العام نؤكد وأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاة سائل يسأل عن استخدام برامج تقنية تهدف لحماية بيانات شركة يعمل بها وقال حسب فهمي أن هذه البرامج صحيونية أو إسرائيلية هل يجد التعامل بها؟ أقول له يا ولدي لقد تحدثنا عن المقاطعة الاقتصادية من قبل مرارا في فتاوى كثيرة وسأطلب من فريق العمل أن يرسلوا إليكم رابطا بهذه الفتاوى أرجو أن تيدوا فيه ضالتكم بإذن الله السؤال التالي سائل اشترى شقة من أمه بثمن محدد لم يتمكن من دفع المبلغ بقي المبلغ دينا في ذمته ثم مات والشقة الآن تساوي أضعاف أضعاف المبلغ الذي اشتري به فكيف تقسم الشقة في الميراث على كل حال بالنسبة للدين الذي عليه في ذمته لأمه الأصل أن الديون ترد بأمثالها لا بقيمها إلا إذا أصاب العملة تضخم فاحش انهيار حاد عندئذ يصار إلى القيمة تحقيقا لمعنى التماثل لمجمع فقاء الشيعة بعملك أقرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة أسوقه لكم بنصه ومنه يعلم الجواب الأصل أن تردى الديون بأمثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه فلن يجوز رفضها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار لكن قال القرار التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة إنما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها وإنما القوة الشرائية التي تتضمنها فإذا ألغيت النقود من التعامل أصبحت هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية طبعا إذا ألغيت العملة من التداول والتعامل يصار للقيمة بلا نزاع أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارية ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء طبعا أحبابي الآن إذا كنا نتحدث عن الدين الذي في ذمته لأمه فقد رأيتم معالجة هذا الدين وتعويض فرق التدخل أما توريث هذه الشقة إلى الورثة نحن لا ننظر إلى المبلغ الذي اشتريت به ننظر إلى قيمة الآن في السوق الآن تورس شقة ولا يورس دين فهذه الشقة تورس بقيمتها تقوم بقيمتها العادلة بثمن مثلها ويأتمر الورثة في ذلك بينهم بمعروف ويقتسمونه على كتاب الله عز وجل تمام أخت اعتنقت الإسلام ثم تزولت كان عقد نكاح عبارة عن أصدقاء الزوج هو الشهود واحد منهم كان وليا للبن لأن أهلها غير مسلمين واحد من أصحاب الرئيس سألها ثلاث مرات هل تقبلين بزواجه؟ قالت نعم لم يكن هناك عقد نكاح مكتوب أو عقد من الدولة فقد الموافقة الشفوية زواجه الحال سري لا يعلمه إلا بعض الناس من أصدقاء البند الرئيس ما بينفقش نفقة كاملة بيعطيها أربعمائة دولار شهريا زوجه صحيحا باطل طيب نتدبر الأمر بهدوء هنا حديث عن الولي وحديث عن النفقة التي يقدمها لها بعد الزواج وأنها كما يبدو أنها دون الكفاية ودون الحاجة وعدم توثيق هذا النكاح في وثيقة رسمية طبعا لا نكاح إلا بولي وشهد يعدي والأصل أن يتولى ولي المرأة المسلمة أو وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها وإذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية يلاحظ شيء الأنكاحة المختلفة في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ لكن يستحب تجديدها احتياطا كما لو أبرم العقد بدون ولي على كفء بمهر مثل وكانت المرأة بالغة عاقلة إذا كان الجمهور يقولون لا نكاح إلا بولي وقوفا عند البلاغ النبوي فإن الأحناف يجيزون للمرأة البالغة الرشيدة أن تزول نفسها من الكفء بمهر المثل لهم على هذا تعلق ببعض الأدلة وتأويلات مدام الأمر مختلفا فيه وأبرم الزواج على هذا النحو وتأكد بالدخول فلا نهجم على العقد التي استقرت وتأكدت بالدخول ونحكم ببطلانها لكن يستحب تجديدها على سبيل الاحتياط خروجا من الخلاف طبعا لأن هذه السيدة حديثة عهد بإسلام انقطعت الولاية بينها وبين عصابتها وأهلها من غير المسلمين فانتقت الولاية الشرعية لتفي زواجها إلى القاضي الشرعي ويقوم مقامه أئمة المراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام ولها أن تولي من شاءت من المسلمين ليعقد لها عقد النكاح الحد الأدلة للعلانية شهادة الشهود بشهادة الشهود ناخد من نكاح السر المنهي عنه والذي يلحق ويشبه نكاح البغاية تحقق شهادة الشهود تحقق العلانية طيب التوثيق ليس جزءا من أركان العقد ولا من شروط صحته العقد تم إيجاب وقبول بحضرة اثنين من الشهود عن رضا وتشاور من المرأة تم العقد توثيقه مرحلة لاحقة وهي مهمة وضرورة اجتماعية وحيوية محافظة على الحقوق ومنع من التجاحد عند التنازع لكن لا علاقة للتوثيق القانوني بصحة عقد الزواج الزواج العرفي الذي لم يوثق في وخسيقة الرسمية إذا تحققت فيه أركان عقد النكاح وتحققت فيه شروط صحته وخلى من موانع النكاح هو عقد الزواج الصحيح من بلا نساعة وبالتالي نحن ننصح في هذه الحالة بتجديد العقد لأن الصيغة هنا واضح أن الذين أجروا العقد لم يستخدموا الصيغة الشرعية زوجتك قبلت الزواج لم يجعلها تقبل قبلت خلاص كما هو الحال في الغرب هل تقبلينه زوجا؟ هل تقبلها زوجا؟ أعلنكم زوجين لدي نصيغة يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي أو موكنتي على الكتاب والسنة ويقول الزوج قبلت زواجها على الكتاب والسنة فمن أجل تخلف الصيغة لعل إن شاء الله تجديد العقد على سمين الاحتياط يخرجهم من الخلاف وتطمئن به نفوسهم بإذن الله ساير يقول أبي رحمه الله توفي في مصر تم دفنه في غرفة نظام الفساقي وهو نظام الدفن في المشهد المصري وليس دفنا في الأرض لا شقا ولا لحدا هل يجوز؟ هل ممكن أحول الجثمان إلى مقبرة أخرى يدفن فيها في الأرض؟ أقول له يا بنيان إذا كان قد قضي الأمر وتم الدفن فلا ينبغي نبش القبر لاستخراج الجثة وتحويلها إلى مكان آخر لا سيما إذا ترتب على ذلك فتنة ولغم أعرف أن في الأرياف وفي القرى ليس من اليسير أن ينبش القبر بعد الدفن وانتخج الجثة وتنخل إلى مكان آخر قد يحدث هذا فتنة وقد يثير لغطا وجدلا فإن كان ذلك كذلك فأرجو بإبقاء الحال على ما هو عليه لا يجوز نبش القبر وتحويل من فيه إلى قبر آخر إلا لغرض مشروع كما لو دفن من غير غسل أو دفن لغير القبلة أو خيف على الجثة من سيل لحق سيلة أو نحوه أو كان القبر على وجه الأرض خش عليه أن تنبشه السباع كان قريبا من الأرض وكانت الذريعة إلى ذلك قريبا في المنهاج يقول ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقوع مال أو دفن لغير القبلة ابن قدامى ينقل في المغني سيل أحمد علي الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال إذا كان شيء يؤذيه لا بأس بهذا حولت الحة وحولت عائشة لقد نبش في عهد معاوية رضي الله عنه قبور بعض أهل أحد لمصالح رآها معاوية رضي الله عنه ونبشه جابر بن عبد الله قبر أبيه أخريه من قبره ووضعه في محل آخر لما خاف عليه من السيل أن الأبطار الشديدة تجري في الجسة معها وفي رواية أنه دفن معه شخص آخر فأراد أن يفرده بقبر مستقن صفوة القول في هذا يا أولدي لا بأس من حيث المبدأ أن تنقله إلى قبر آخر يكون على وفاق السنة لكن هذا ليس بلازم لا سيما إذا ضدت على هذا لغة وفتنة وشقاق وجدل وهذا هو الغالب في المشهد المصري والله تعالى أعلى وأعلم سيد يقول أعيش في أمريكا أريد الطلاق والانفصل عن زوجتي هل أخذ سلفة ربوية من البنت لسداد المؤخر؟ تم الاتفاق مع والدها على هذا المبدأ وقت الزواج وبعد عشرة تجاوزت ست سنوات لا أستطيع تكمية الحياة الزوجية ولا أمن كل مال الذي يعينني على إنهاء هذه العلاقة أقول له يا أبوني جبر الله كسرك وطيب الله خاطرك الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات فإذا تقطعت بك الأسباب وغلقت دونك الأبواب ولم تنزلك الزوجة ولا والدها إلى ميسرة وخشيت الفتنة يا ولدي إذا لم تفي مؤخر الصداخ فيرجى أن تسعك رخصة مضطر لكن أرجو أن لا تكون الضرورة قد بلغت بك هذا المبلغ فلا يزال بالناس يا ولدي بقايا من المرؤة والمعروف فتحدث مع والد زوجتك والتمس منه أن ينظرك إلى ميسرة ثم ابتهل إلى الله جل جلاله أن يجعلك من عسرك يسرى ومن ضيخك فرجاء ومن كربتك نجاة ومخرجاء وأحسن ظن بربك وأبشر بفرج قريب ورب لطيف مستجيب عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب سائل يقول فيه امتحان لغة يقوم الشخص بحجز موعد الامتحان ومن بين الاختبارات امتحان تكلم تتكلم مع شخص آخر قد يكون امرأة وتكون معها في خلوة ويطلب منك أن تنظر إليها عند الامتحان فما حكم ذلك هذه الشهادة التي أخذها ببناء على هذا الامتحان الذي شابه هذا الشوب الحرام يكون مشهدا محرما وتكون الشهادة باطلة وتكون وظيفة التي التمسها بداء على هذه الشهادة وظيفة محرمة ودخلنا محرم سلسلة من التداعيات أقول له يا ولدي على رسلك على رسلك الأصل في العلاقة بين الجنسين هو التصون وغض الأبصار كما قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزجى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكما قال تعالى وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن لكن يا ولدي المنع من نظر أحد الجنسين إلى الآخر منع وسائل وذرائع وليس منع مقاصد فيباح من ذلك يرخص في ذلك ما تقتضيه الحاجات أو الضرورات أو المصالح الراجحة كنظر الخاطب إلى المخطوبة كنظر الطبيب إلى المريضة كنظر الطالب إلى المعلمة كنظر الممتحن إلى من يمتحنه إن كان من الجنس الآخر واقتضل المشهد ذلك الشاهد في مقام الشهادة القاضي في مقام القضاء تعليم الدين والدنيا يا ولدي من الحاجات العامة المشروعة للرجال والإنسان فيبيح من النظر ما تقتضيه الحاجة مما لا يمكن التعلم أو التعليم بدونه وفي الجنة نظر المرأة إلى الرجل أوسع في الجملة من نظر الرجل إلى المرأة عند الجمهور خلافا للشافعية ثم أضيف يا ولدي فأقول إن صوت المرأة ليس بعورة بشرط عدم خضوعها بالقول فلا حرج في سماعه بقدر الحاجة للتعلم أو التعليم أو التعاملات الحياتية المشروعة في قاعدة أخرى يا بني المصالح الشرعية الكلية لا تعطل تقام وإن شابها بعض الشوائب الحرام وإن اعترضتها بعض المناكل الجزئية ونتقل لها في توقي هذه المناكل وفي دفعها باستطعامات نحن نذهب إلى جامعات مختلطة حصول على شهادة تعليمية مصلحة كلية نذهب إلى الأسواق المختلطة لأن قضاء الحاجات من الأسواق من المصالح الكلية وإن شاب ذلك بعض الشوب المحرم ونتقل لها في هذه الشوائب ما استطعنا نتقل لها في هذه الشوائب ما استطعنا إقامة المصالح الشرعية الكلية وإن اعترض في طريقها بعض الشوائب أو المناكل الجزئية ونتقل لها في هذه الشوائب وفي تلك المناكل ما استطعنا والميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يدرك جل سائل يقول استأجرت محاميا ثم تبيني أنه يكذب في صيغة الدعاوة التي يقدمها للمحكمة بدعونا تيمبلت صيغة جهزة يأخذها كما هي مع العلم أنها تشتمل على الدعاءات غير صحيحة في حق الخصوم هل أكون آثما إن استمريت مع هذا المحامي أو يجب علي شرعا تغييره وتكليف محامي آخر ونقل كل المسندات لها أقول له يا ولدي المحامي وكيلك في الخصومة وأنت الذي تدفع له المال مقابل هذه الخدمة التي يقدمها لك والأصل أنه يلتزم بتكليفاتك وتوجيهاتك لأن من ملك المال ملك القرار وجهه بما ترى وإذا رأى أنك جاد وأنك قد تنصرف عنه إلى غيره سينزل على توجيهاتك له بإذن الله بعض هذه الصيغة تكون قاسية جدا ومنكرة جدا امرأة ترفع دعوة طلاق وتتهم زوجها باتهامات كثيرة جدا بعضها يكون فعلا صيغة موجودة في الدعاوة يعني كأنها صيغ موجودة سلفا يستصحبها المحامون في كل دعوة لكن بعضها فيها اتهامات عظيمة وفيها اتهامات جسيمة وبعضها قد يبلغ مبلغ القذف ولا يقع مسلم يخاف الله عز وجل ويرجو رحمته ويرجو لقاءه لا ينبغي له أن يقرر مثل هذه التجاوزات من ملك المال يا ولدي ملك القرار تناقش مع المحامي برفق وستصل معه إلى كلمة سواء بإذن الله سائر يقول من قال لآخر أثناء النقاش أنت تعبد شيخك أنت تعبد أباك هل هذا تكفير الله أولا ما كان ينبغي له أن تبلغ به اللجاجة في النقاش والخصومة هذا المبلغ لا سيما إذا كان المقام مقام دعوة ونصح وتوجيه النصيحة ينبغي أن تقدم في أحسن حال وينبغي أن تقبل عندما تقدم على أي حال وأرجو أن تكون هذه الكلمة قد جرت من قائلها مجرى الزجر والتشديد في النصيحة ولم يقصد بها قائلها معناها الحرفي في الأعم الأغلب وينبغي حمل أقوال المسلم على أحسن محاملها فقد كان دأب الصلف الصالح حمل الكلام على أحسن المحامل عمام الخطاب يقول لا تظن بكلمة خريت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملة لا تظن بكلمة خريت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملة من نطيف ما يروى عن الشفعي رحمه الله أنه مرض يوما فجاءه بعض إخوانه يعوده فقال الشفعي قوى الله ضعفك قال الشفعي لو قوى ضعفي لقتلني إذا قويت علتي وقوية مرضي وقوية داي سيقتلني قال والله ما أردت إلا الخير قال أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير رضي الله عن الشفعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن هل لهذين من عوض لو سببتني أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير طيب سائل آخر يعني أقول بيسأل عن زكاة المحصول وعندنا خمس أخوات متزوجات خارج البلد مع أزواجهن وأخت عزباء تقوم هي وأمي في بيت أبي رحم الله والمال بيني وبين أمي وأختي واحد ننفق من هذا المال على حاجاتنا والمال باقنا على أصل لكن لم يتم توزيعه بين الورثة والورثة بعضهم تنازل عن حقه وبعضهم لسه لم يتنازل لم يحدد موقفا بعد فنحن لا نعرف هل يجوز لمن تنازل أن يتنازل تنازل صحيح ونافذ ماذا بشأن من لم يتنازل ماذا بشأن زكاة هذا المال هل يزكى ككتلة واحدة أم ينظر إلى نصيب كل وارث على استقلال فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة أقول له يا ابني لا حرج أن يتنازل بعض الورثة بعد موت المورث لأنه لا يكون وارثا إلا إذا مات المورث أولا لا حرج أن يتنازل بعض الورثة بعد موت المورث عن نصيبهم في المراث أو عن بعضه لمن شاء من ذوي القربة أو من غيرهم سواء أكانوا من الورثة أو من غيرهم لكن الأصل بقاء التركة لأصحابها على ملاكهم لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفس من إلا من ثبت تنازله عنها كليا أو جزئيا كيف نثبت هذا التنازل بكل وسائل الإثبات المعتبى شرعا باللفظ بالكتابة بشهد الشهود يعني يلزم أن تكون وثيقة مرتوبة موسقة في الشهر العقل لا ما يلزمش هذا يلزم للخصومات القضائية أمام المحاكم أما لإثبات الحق شرعا يثبت هذا التنازل بكل وسائل الإثبات المقررة شرعا وبالنسبة ل زكاة هذه التركة هذا المحصول ينظر إلى نصيب كل وارث من التركة على انفراد من بلغ نصيبه منهم نصابا وجبت فيه الزكاة وإلا فلا الخلطة تكون في به مثل العام أما في التركات انظر إلى نصيب كل وارث على حدة سواء أكان هذا القدر بلغ نصابا بنفسه أم بلغ نصابا بضميمته إلى ما عنده من أموال أخرى سؤال أخير نخدم به سيدة جليلة تقول عندنا عندي خمستاشر ليرة ذهبية اشتراتهم من سنين تقريبا من خمستاشر سنة زولي كان بيدفع الزكاة لكن لم ينوي أن ما دفعه عن زكاة هذا الذهب أنا ربك منزل لا أعمل لم أخج الزكاة ولم أكن أعلم أني المطلوب أدفع زكاة عن هذه الليرات الذهبية مضت خمستاشر سنة ماذا أفعل أقول لها يا سيدة الجليلة غفر الله لك الذهب الذي لا يتخذ للزينة بل هو وعاء ادخاري مال زكوي بإجماع المسلمين وقع الخلاف في الحلي المباح الذي تتخذ المرأة للزينة أما ما وراء ذلك ما كان وعاء ادخاري أو سبيك ذهبية محفوظة في البيت أو في البنج هذه أموال زكوية بالنزاع فيها قول الله جل جلاله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتركوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفيه هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال ما من صاحب ذهب ولا ورق أو قال ولا فضة لا يؤدي منها حقها أو قال لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما الجنة وإما النار ويبقى النظر يا سيده الجليل في مدى عذرك بالجهانة من كان معذورا بالجهانة لكونه حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بتوبة أو نشأ في منطقة نائية عن مصادر العلم الشري فإنه يعذر بجهله ولا يطال بإخراج الزكاة عن هذه الفترة التي جهل فيها حكم الله عز وجل لأنه لا يثبت حكم الخطاب في حق المكلف إلا إذا بلغ وقد قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وفي الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعل وفي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقره عليه من لم يكن كذلك من لم يكن معذورا بالجهالة يطاغب بالإخراج والاحتياط في حقك يا سيدتي إخراج زكاة هذه الفترة اجتهدي في حسابها ما استطعت وما فاتك فيه اليقين اعملي فيه بغلبة الظن لأن التكليف مناطه القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولا تكليف مع العجز أسأل الله جل جلاله أن يقيل عثرتك وأن يتقبل ثوبتك وأن يردنا وإياك إليه ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبة في الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القريبة القادمة ونختم هذه الحلقة بالابتهال إلى الله جل جلاله أن يرفع الضر وأن يكشف البلاء عن المستضعفين من المؤمنين حيثما كانوا في غزة في فلسطين في السودان في اليمن في الشام في العراق في أي موطن تنتهك فيه حرمة من حرمات الإسلام ويراق فيه دم ولي من أولياء الله اللهم مجبور كسر المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم وأرنى في عدوك وعدوهم عجائب قذرتك فإنهم لا يعجزونك أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين اللهم آمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوه إليك شكرا